موسيقى مساء الخير أزول فلاون من جديد نلتقي في عدد بوليتيك في عدد بوليتيك دائما نناقش الراهن السياسي ونعلق بالتحليل والإضاءات معي كالعادة سيد إرزي والزميل والصديق اللدود هابت حنش أهلاً أحمد العياشي أهلاً سيد إرزي أهلاً بكم مشاهديك الكرام اليوم بطبيعة الحال يعني خبر الأهم في الساحة هو إداع سيد جمال العباس الحبس المؤقت الأمر صدر اليوم عن قضي تحقيق بالمحكمة العلية سنتنون هذا بنوع من التفصيل أيضاً هناك إثبات شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات في الأيام القليلة القادمة هناك منافسة كبيرة سنتطرق إلى حضوظ ماذا سيجري في المجلس الشعبي الوطني وحضوظ المرشحين لحد الآن وهناك نقاط أخرى متعلقة بردود الأفعال من ندوة الحوار ومن داوة سيد بن صالح إلى الحوار إلى آخره لكن قبل ما نبدأ نتطرق إلى قضية سيد المجاهد الأخضر برقعة اللي تم توقفه منذ أيام وتم جدولة قضيته في غرفة الاتهام ساعد ممكن تعطينا؟ على كل حال كبشرة للعائلة المجاهد أنه لا نعرف هل سيكون صراحة أم لا يعبال نفوس حتى أمل نحن يجب أن نقدم المعلومة لا نقول بشرة لعائلته ولا لشعب الجزائري غرفة الاتهام ستدرس طلب الإفراج المؤقت عنه يوم عشره إن شاء الله جوليا الأربع الوسموه هو طلب الدفاع الدعو قضائي قضائي والغرفة عندها نعم يعني أكيد يعني هو تم إداءه في ثلاثة توقيفه أو إداءه الحبس في ثلاثة جوليا من حقه يعني الهيئة الدفاع تطعن في قرار غرفة الاتهام غرفة الاتهام ستدرس طلب طلب الإفراج المؤقت عنه في يوم العربع القادم عشره جوليا لكن أنا كنت تواصلت قبل ما نبدأه في تسجيل هذا البرنامج مع أحد محاميه أستاذ عبد الرحمن صالح وقال لي أنه معنوياته مرتفعة وأنه تم الإسراع في جدولة قضيته أمام غرفة الاتهام لا ندري هذا هل هو مؤشر أو غير مؤشر ولكن هذا ما وقع يقول أنه المحامي قال لي اليوم كنت عنده وبصحة جيدة وكلا عادة يعني نكت من داخل السجن ولكن يقول أنا غير مهتم بحالتي وبقضيتي أكثر مما أنا مهتم بمصير البلاد وبمصير الحراك تهلوا في الحراك تهلوا في البلاد هذا ما الوصية نتاعه لليوم ارسلها عن طريق المحاميه الأستاذ عبد الرحمن صالح اليوم حميدة العيشي يعني الخبر التعشر يعني وكنا عشرنا له منذ أيام وقلنا بأنه سيد جمال ولد عباس سيتم تحقيق معه يوم الأحد وهذا توقع تحقق تم تحقيق معه وكنا أول قناة نشرت أو بثت خبر إداعو الحبس المؤقت ولأنه كنا تبعنا منذ زمن طويل يعني منذ كبيرة قضية ولد عباس ومعاه قضية ومعاه سيد الوزير السابق للتضامن ووزير السابق للفلاحة والوزير السابق للصحة سعيد بركات وأيضا متهم في هذا القضية الرجلين ومعهما عدد من المسؤولين التنفيذيين في وزارة التضامن الوطني متهمين بتبديد وتضييع 6200 مليار سنتيم هذا رقم دقيق من مصادر قضائية يعني لا ندري كيف فعل أو كيف فعلوا لتبديد هذا المبلغ ضهم وخاص بأموال الفقراء والمساكين والمحتجين والتي خصصت الدولة للتضامن بين الجزائريين سنتطرق إلى هذا بنوع من التفصيل بعد من أخذه رأي حميد العيشي وسعيد إرسي هو شوف فقط قبل من تكلم على قضية إداعي الحبس المؤقت ولد عباس يعني فقط إشارة إلى برغة أنه ذره كان كبير يعني خلال الندوة الأخيرة للحوار الوطني كان موجود وكان بعض يقترحوا أنه يعني يكون كرسالة قوية يعني لي تكون نية أو حسن نية مثل السلطة أن يطلق صراح يعني مناظر وفي نفس الوقت هو معارض خلال الستينات شارس مثل المجاهد الخضر برقعة لي في أمره 86 سنة الآن ما يتعلق ودعا بس كنا ننتظر ذلك كنا ننتظر ذلك وكنا حكينا يعني حتى في الحصة وهذا يعود أكد كل ما قلناه كل ما قلناه على الذين كانوا يولون ويبالغون في الموالات لبوتفريقة ومجدوا مثلا بوتفريقة يعني الشخص خاصة والعباس والله إلى الشخصية ليست فقط عمومية وإنما تحولت يعني خاصة عند شباب التواصل الاجتماعي إلى حاجة ماسة يعني كانت تجمع أولا بين السخرية لأن الشعب أو الشباب كان ينتقم أيضا بالسخرية أنت لقلنا من مبالغاته يعني مبالغاته الخطاب يعني تميز بخطاب مبالغ اللي نعرف ونتذكره هذا كل وقت يتكلم أنه كان زميل ماركار لا 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 ويوم حتى يعني حتى يعني كي جات هذا كل وقت كانوا يحاوسوا يقول له يعني أسكو صحقرة معها أولا ما قرش معها ذلك الأول لكن الشيء الثاني أنه إلى جانب الجانب هذا الساخر أو الضحك هو جانب مأساوي جانب مأساوي أن هذا المسؤولين معناه ليوصلوا إلى كيمقوت البارح إلى جروا الدولة إلى أن تكون دولة فاشلة ودولة نحو الانهيار يعني تبديد بهذه الصورة الضخمة يعني التأموان ما عرفش كيفاش صار التبديد يعني بهذا أنا غير تشوفوا التفاصيل لكن نقوله هذا معناه كانت هناك لا مبالات وكان هناك يعني غياب كل المراقبة وآليات المراقبة ترفق حميدة لايشي على ذكر ماركل يعني لما كان وليد عباس يدلي بهذه التصريحات هي في الحقيقة مضحكة ومبكية في نفس الوقت لماذا؟ لأنه معروف أنه حسب ونتبحت مصار يعني لما راح يدرس هو أولا ما هوش وناكتبنا هذا الكلام وقلناه ما هوش دكتور يعني هو مختص في الأشياء عزنا تكنيسيان تاعة الراديو لما هو درس في مدينة وماركل درست في مدينة هو درس في عونبورغ هي درست في لايبزي والمدهش أنه وليد عباس لما تحقق الاستقلال دخل وكان عنده أول منصب هو مدير دون مدير ولائي في ولاية لمسان مدير دون النقل أو لا أتذكر بالضبط لما هو دخل إلى تلمسان في 1964 ماركل كان في عمرها 11 سنة يعني غير معقول جدا في الابتدائي يعني ولكن رغم هذا وليد عباس جرأ وقالنا هذا الكلام وقال الكلام آخر أنه محكم عليه بالإعدام من طرف الاستعمار إلى أن دخل هذا التفاصيل ليس هذا هو مكان ولكن أهم شيء اللي لازم يعرفوه الجزائريين أنه ولد عباس ومتهم حسب أوراق الملف بتبديد 6000 مليار يعني رقم فلكي خرافي هو وسيد بركات ومسؤولين آخرين كيف كان يتصرف ولد عباس يعني وهذا الملف كان تم إنجازه من طرف ديوان المركزي لقمع الفساد لما كان على رأسه عبد المالك سايح وتم الانتهاء منه في بداية 2017 ولكن كما قلنا في هذا البرنامج قوة دستورية معينة وقفاته على مستوى العدالة وما راحش للعدالة وبقى يكمل ولد عباس وزير وامين عام للأفلان ويحكم بحكامه ومئتين مليار كيفاش كان يدير يعني حسب محن ما ندخلوش في التحقيق ولكن بعض المعلومات تقول أنه كان عنده يعني يحول أموال تضامن الوطني الحافلات والأموال وأموال الدعم إلى شركات وإلى عفوا إلى مؤسسات وهيئات بعضها يملكها هو وأبنائه ومنها مؤسسات لم تشتغل في يوم من العيام يعني كان يتم تحويل أموال الدولة أموال التضامن أموال الوزارة إلى حسابات إلى مؤسسات تقريبا وهمية وأحيانا يتم شراء أو دفع أموال لحافلات ووسائل الدعم غير موجودة يعني لما ضبطوا هذه السياسة أو هذا الصرف القاود محققين أو محققون مبالغ ضخمة جدا يجب التذكير أنه في لما تم الانتهاء من هذا الملف وكان لابد من تقديمه إلى العدلة كانت هناك وزيرة لتضامن الوطني سيدا وكانت محامية مختصة في القانون يعني احترضت ولم تقم بالواجب وجمدت الملف على مستوها يا سيدا مونيا مسلم يجب نقولها وقلناها في هذا البرنامج وكتبنا على الأمر لماذا لا أدري هل جاه الأمر من جهات ما ولكن غمضت عينها مش غمضت عينها فقط ولكن جمدت الملف وبقى ولد عباس بسبب هذا الإجراء أيضا يجب أن نقول أن العدلة لم تحركتش لمعالجة هذا الملف وهي النتجة يعني يكمل ولد عباس يسير ويعمل ويقود ويترأس أكبر حزب في الجزائر يعني هقول أكبر حزب بين قوسين ولكن حزب معروف عنده رمزي عنده رمزية تاعة البلاد وتاعة الثورة وهي مقاعد الجزائريين شفناه ومن بعد شفناه يعني يستعمل خطاب التبجيل والمتح جلالة أو فخامة الرئيس برنامج فخامة الرئيس ويقول أنا ما عنديش لو تقلبوني ما يسقطش فرانك دينار من جيبي ما عنديش فيلا وما عنديش شقة وما عنديو كأنه كاري كأنه عنده يعني شقة كاريها ولكن معروف أنه أبناءه مقيمين في فرنسا وعندهم إقامات رسمية في فرنسا يجب التذكير أنه ابنه الكبير يعني الوافي والدعباس صادر فار في الخارج لأنه عنده إقامة في فرنسا أو في لوكسنبورغ أظن وصدر في حقه مذكرة توقيف متابع يعني في عيدة قضية شفنا بيع المراكز الانتخابية قضية مطعم الباسيو قضية قضية أخرى شفنا أيضا حفيظه إسكندر ولد عباس موجود الآن رحن الحبس بتهمة تجمهر ودعوة للعنف والشغل والآن تم إدع جمال ولد عباس ولد عباس الأب الحبس الاحتياطي سنرى تحقيقات ماذا ستكشف بأكيد ستكشف العجب بالعجاب لأنه هذا الرجل يعني وهو من الذين كنت أتناولهم قبل الحراك بشغور طويلة كان يستحتر بمشاعر الجزائر هو اللي كان يقول نظام الصحي نحن أفضل من أمريكا ونحن أفضل من السويد سويد لكن تني المشكل الكبير نحن نشعر الارتباط هو وين لأن هذا كانت يده مطلقة يعني في هذا لأنه كانت هناك حماية كانت هناك حماية من لسميتهم القوى غير الدستور نقول السلطة يعني السلطة السلطة اللي كانت موجودة الدكتورة ممثلا في يعني الدائرة الرئاسية في الرئيس والشقيق الرئيس والغريب والغريب يعني من تتكلم الغريب أن كل هؤلاء يعني كانت لديهم الحماية من طرف بوتفلقة لكن أساسا يعني يعني كيف يقولهما زادت السطوة انتحم في ظل يعني سيادة وسلطة وهيمنة شقيق الرئيس بوتفلقة يعني سعيد بوتفلقة والغريب أن كل هؤلاء المتوردين والذين كانت لديهم علاقة يعني كلهم ظهروا في الفساد إلا هو مزال مظهرش يعني يده الآن في المحكمات اللي جاي في الفساد وإنما الآن في القضية اللي كان فات فيها والتآمر لكن الغريب أن كل هذه المجموعة كانت مقربة له وكانت عندها الحماية نتأو لا أظن أنه ربما أبدأ من الحاضر وزيرة التضامن الحالية عندما تتكلم وتستطر بالمعاقين يعني ذوي الاحتياجات الخاصة أنه المنحة 4000 دينار يعني تكفيهم إلى آخر يعني كازدراء إلى آخر وبالمقابل هذه الوزيرة وحتى الوزيرة السابق إلى آخر كما يقول الزميل هابت حناشي يعني غطاوا على الفساد الواقع في هذه الوزارة ليس الوزيرة الحالية الوزيرة السابقة لا نكون دقيقين لا باش نكون دقيقين لا نبلغ الفكرة يعني لا نبلغ الفكرة الوزيرة يعني هي تنتمي إلى حزب جبه التحرير الوطني وكانت طلعت استوزارت في عهد ولد عباسكا أمين عام يعني مفروق منها أنها يعني يشوف 6200 مليار يعني عبثوا فيها عبثا كبيرا وذوي الاحتياجات الخاصة وحنا الاحتياجات الخاصة اللي زاد إعاقة زاد هذا زاد خليق تربي ولكن ما ننسوش باللي كان حوادث المرور حوادث المرور رهي حاصيلة ثاقيلة جدا كل عام الليدر حادث مرور راهو دخل إلى خانة ذوي الاحتياجات الخاصة وراهم يعني يعني مسلطة عليهم بعض الضغوطات يعني من حادي 4400 دينار ما تكفيه مجمو لكن نولي إلى قضية رجال حول الرئيس الآن رجال متساقطون حول الرئيس الرجال هذا من رجال أعمال من موزراء من مسؤولين نافذين كبار والدائرة الرئاسية الآن اللي يراه في السجن اللي يراه على مستوى الملفتاع وعلى مستوى المحكمة العليا عند قضية التحقيق هذا يعني هنا تبين عدرنا على الشبكة هذه الأخطباطية اللي متآمرت على أموال الشعب تآمرت على الدولة تآمرت على سلطة الشعب وعبثت في مصالح الشعب أنا أظن أن القضية هذه تعول تعباس راحت تخرج مني وزارة تضامن أظن أن ملف الأموال اللي تحصلوا عليها وابنه حول ترتيب الانتخابات أموال ضخمة يعني المسلسلة هذا مفتوح إلى الأجل القادمة ويجب التذكير أن القضية المتابعة فيها والعباس بصفة وزير سابق لتضامن تخص فقط أموال تضامن الوطني ولكن حتى عندنا في الشارع عندنا الجزائريين يعني يمكن يعني ما يستغربش لما واحد يسرق أموال في بنك أو في وزارة الفلاحة أو وزارة التجارة أموال المخصصة للتضامن الوطني يعني لذوي الاحتياجات الخاصة للمعاقين للفقراء للمساكين للمحتاجين الذين يطلبون مساعدة مثلا لإجراء عملية جراحية فهنا لما تدخل اليد وتخطفها يصبح شيء بشع بشع جدا 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 لو تم اختلاص أو تبديد 100 مليار أو 200 مليار سنتيم لكان الأمر يعني مفهوم مهين ولكن 6200 مليار يعني كما يقول الشعب يحمي لا يشيء لو يحرقهم بالنار ما يخلاصوش يعني الذين يحتاجون إلى أموال الدعم يعني الناس ما عندهم محتاجين لإجراء عمليات واحد محتاج كرسي متحرك واحد محتاج مساعدة ولكن للأسف الشديد أحاير راحة الأموال يجب من وجهة نظري فقط عدم الاكتفاء بلد عباس وكل الذين كل الذين لعبوا دورا في هذه المأساة الذين قاموا بالتبديد والذين قاموا بحمايتهم والذين قاموا بتغطيتهم يجب أن يحاسبو وأن يحكم أظن عندي معلومة ومعلومة أني وصلتني البارحة فقط أنه حتى مدرأ بعض مدرأ بعض مدرأ النشاط الاجتماعي يعني مدرأ التنفيذيين لوزارة التضامن كان يعني بعض الولايات ترى فتحوا فيها التحقيقات في هذا المجال حتى في قضية هذه السعيد فيه مدرأ تنفيذيين مسؤولين في زارة تضامن الوطني مش واحد أو ثنين عدد كبير على رأسهم الأمي العام على رأسهم الأمي العام السابق على رأسهم الأمي العام السابق يعني كيقولوا هنا نشوفوا هذه الحالة وهي في حقيقة حالة أخرى أنا نشوفها الآن تقريبا قلفتوا مثلا حوسبوا أو مثلا قدموا بتهمة مثلا الفساد ما نقناش فساد فردي وفساد شي صغير يعني دائما كان فساد خيالي وصادم يعني هذه الحاجة اللولة كيقول لك واحد كان قدامك مشي سرق حبة تشينا وإنما بقرة ونفوتها عليك يعني إذن تقلبوا بهذا يعني وهذا معناه العيون كانت تشوف فيه تورد بالصمت تورده كل يعني لأن القضاء كان يمشي بالتليفون كانت كل شيء يمشي بالتليفون والنفوذ السياسي هذا الحاجة الأولى الحاجة الثانية يعني توصل أنت إلى موالي الشعب الحقيقية ومضرورين يعني المضرورين وهي فتقوم انتبه نهبها أولا هنا تفتقد تماما إلى الوازع الإنساني إلى الوازع الأخلاقي وإلى الوازع الوطني وهنا معناه فاش تخلت تخلت في عمل أنا نشوفها هاك تخلت في عملية نهب منظمة لتفكيك الدولة يعني مش مجرد أطمع ولديت لأن هذا الفساد كان معمم وحتى نكون يعني سرعت قدام تمانينات عملية فساد وكان يتقدم وبعضهم تقدم لكن هذه المرة يعني خلال العشرين أو خمسة عشر سنة لأخيرة كانت عمل غير مسبوق وكان عمل المقصود وبالتالي كان هذا هذا يسمى هذا يسمى خيانة حقيقية يعني هذا يسمى خيانة وطنية حقيقية من أجل تفكيك الدولة بيكون صراحة يعني بغض تفضل حيث لا لا شئ لتفكيك الدولة والدليل على ذلك خطأ شاء تؤجج تؤجج مشاعر أخرى مشاعر انتقام مشاعر الظلم ممكن تكلمهاك في إحدى يعني في إحدى الوقفات يعني الوقفات الاحتجاجية انتعى الطلبة يعني كان جات أم عندها تنين اللي مضلومين بالأخر في هذا كان دحية دحية هذه السياسة انتعى التضامن الاجتماعي وكانت حقرة يعني لي خرجها خرجتها هذه النقطة انتعى الحقرة إذن حتى يمكن تكلم عن الحراكية ألاف من القصص اللي تصب في هذه العمل تالاحتقار والعمل تالحقرة وأنها بدون رقيب ووزع بين قوسين الجمعة هذه في الحراكة التقيت مع واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة AVC ومشلولة يعني في الرجلين إلى خيره وتكلمت معها تحدثت معها ابنت والوال تاحا من مجاهد من المحكوم عليهم بالإعدام وحتى الوال يزوخ يعني البناء ينتاحهم داعره في إطار العدالة يعني داروا يعني شكوا ضد زوخ أنهم الفيلة تاحهم الموجودة في لافيجري يعني بمحادثة تأكد فقط تأكد من هذه التفاصيل لأنه أنا اللاحم اللاحم أنه ذوي الاحتياجات الخاصة رغم يخرجوا دائما يديوا يعني يكتبوا يعني يقول أن أنا مظلوم من كذا وكذا على مستوى كذا وكذا يعني أنت ذوي الاحتياجات الخاصة رغم أنهم مشخص الأمور لماذا ممكن هذه القضية صحيحة ولكن يجب أن لا نسمي ونطلق الإتهام إلا بالحصول على الوثائق لما تجيب الوثائق نذكره زوخ ونذكره غير زوخ أما واحد يجي يقول لك الدولي داري هكذا ونصدقه مباشرة ونذكره أنا أعطي صرعها أرجو أن لما تعطي لك الملف أذكر اسمتها الزوخ أما الآن فيجب أن لا نسرع يعني في إصدار احترامي لهذه البنت اللي ممكن صح أخذ لها داولها الدار انتحها ولكن يجب أن نضبط النفس نكون شوية لالوتوني حتى نتأكد من الأمر لك تحب نقول لحمد العشي أنا نتفق معك أنه شيء اللي وقع يشبه الخيانة العظمى بكل صراحة يعني بغض النظر عن القانون توصيف القانوني خيانة عظمى بالضبط سياسين وأخلاقين يعني وبكل صراحة تحية كبيرة القائد الجيش بكل صراحة وهذه قاناة الشخصية لأنه لو لا حماية الجيش للحراك ولو لا خاصة في هذا المطلب بتاع الفساد لما شفنا هؤلاء في أمام القضاء وأمام المحاكن أو في الحبس لماذا شوف عندك أربع وهذا يعطي عنوان على طبيعة النظام اللي كان أربع رؤساء أحزاب أربع رؤساء أحزاب من أحزاب الموالات متهمين الآن بعثهم في الحبس وممكن جدا إيداع الآخرين الحبس عندنا الـ R&D وعندنا الـ MPA وعندنا تاج وعندنا الأمين العام السابق للأفلان سيد جمال والعباس عندنا ثنين من رؤساء الحكومة ثنين سيد سلال وعندنا عدد كبير من الوزراء للآن يتم التحقيق بعثهم في الحبس وبعثهم رايحين للحبس وممكن جدا سيتم التحقيق مع آخرين عندنا عدد من الولاة الذين وجه لهم الاتهام وضعوا تحت الرقابة القضائية وولاة آخرين جايين لما نشوفوا الناس مفروض مسؤولين هما اللي يحميوا هذه البلاد هما اللي يفكروا لها باش تتطور هما اللي يديروا لها السياسات باش تنعض هما اللي يحافظوا على أموالها يديروا واشرام ديرين هما وأبنائهم وصحابهم وصديقاتهم يعني نحسوا بأنه هؤلاء خانوا ليس فقط تبديد أموالهم هذا خيانة للوطن خيانة عظمى يعني لا يوجد أكثر من هاك لو كان مسؤول بسيط ممكن أنت وزير أول تا مهمتك أنك تحمي هذه البلاد تدير سياسة يعني شيء خطير الشيء اللي راني نسمعهم وزير في وزارة التضامن اثنين وزارة يبدو ستة ألف مليار يعني لو تحولها يعني الأل الحاسبة ما تحسبهاش مليح يعني صعب جدا 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 بالتالي أنا انتفق معك ما يحدث الآن ليس فقط تبديد أو سرقة وإنما خيانة عظمى للوطن لشهداء للناس للشعب الجزائري وشيء يعني لا يصدق يعني لم يحدث في جمهورية الموز يعني جمهورية الموز ولا يوجد قانون ولا يوجد أي شيء بس راش هذا الذي وقع اتفضل الحمد هو ما شوف معك في هذه فقط أنا نقول حاجة أخرى يعني تعليق على تعقيبك يعني على تعليقك أنا نقول أيضا هو أنا أيضا أحيي لكن أحيي الحراك الشعبي وأحيي الشعبي لأنه هو أيضا حمى الجيش حمى الجيش بسلميته العظيمة لأن أخطر هاي المعادلة يعني لو كان ما كانش هذه السلمية العظيمة ما يخليش الجيش مثلا يتورط يعني ما حرقوش ما دالش لها أو كانت ممكن يدفع مثلا الجيش لهذا وهذه أيضا تحية يعني بالبت يعني تحية كبرى هذه الحاجة الأولى وحاجة أخرى أن أيضا الجيش مدام هو دوره يحمي البلاد من كل يعني من اعتداءة على الخارج ومن أيضا الجريمة الاقتصادية يعني خطر عمل إذا كل مخدرات هذا أمر أكثر من كوكاين أكثر من مخدرات إذن فأيضا هذا يدخل دم واجباته الأساسية نعم أنا أظن أنه ويلد عباس أنا أعتبر يعني فقرة من فقرات راح تفتح يعني علينا راح نصطدم بقضايا يعني كثيرة جدا في الأيام القادمة وأظن أن المشهد السياسي أنا تكلمت على الخارجة السياسية يعني سوف تبدل خاصة من جهة أحزاب المولاد يعني ضربة قاضية أنه رؤساء وأمنا أعمل لهذه الأحزاب يعني وراهي قائمة كالمسؤولين مسؤولين ربما منتخبين محليين من البلديات إلى نواب يعني راح يفتح مجال أنه الشعب هذا راح يشوف قضايا يعني تأثر على المشاعر الشعب الجزائري في إطار ما سمتها يعني الخيانة العظمى وحنا شيء مجموعة اللي نتكلموا عليه يعني الآن هذا ملف الفساد نسمى أكثر من الفساد يعني هذا عمل التدمير والتنهيم أنا نظن غدا المؤرخين غدا يكتبون ما يسمى بالكتاب الأسود لهذه العشرية أو العشريتين نتعبوا تفريقا ما حدث على الاقتصاد وعلى الثروات الوطنية يعني هناك أيضا غدا غدا المحكمة العليا ستحقق أو القاضي التحقيق في محكمة العليا سيحقق مع سعيد بركات سعيد بركات وزير سابق للتضامن متهم في قضية التضامن الوطني كان وزير سابق للفلاحة كان وزير سابق للصحة للصحة والتضامن نعم في العمل والتضامن وأيضا متهم في هذه القضية هناك أيضا شخصيتين سيتم التحقيق معهما في الأيام القليلة القادمة هما سيد بوجمع طلعي وسيد عمر غول يعني ورجلين يعني قدمت تنازل تنازل عن الحصانة البرلمانية طبعا لأنه لا داعي حتى تجتمع لجنة يعني الإجراء لهذا قدمهما التنازل وشفنا عمر غول دار تنازل تعوفي كلمة يعني في استر استروا كلمة طلعي دار فقرة يعني حوالي خمسة أو ست سطور ولكن سيد غول دار تنازل الرسالة اللي بعثها إلى مجلس الأمة فيها سطر ونص يعني تقريبا ثمان كلمات أو تسع كلمات لأنه ربما نتوقع أنه نفسيا كان في وضع سيء جدا يعني أي شخص من هؤلاء حتى الطلعي أو الموجودين نرحان الحبس يوجدون في وضع سيء جدا ولو سنتوقع يعني هذا المسير يعني سنتوقع في قضية غول أنه إعادة فتح ملف طريق السيار ورح يعني تسقطه رؤوس كبير لا الحد الآن سيدنا لعندي علاقة بحدد أكون دقيق يعني حتى كل ما قام أقل ولاء نندى في حق دار لماذا لأنه سيد غول الآن متابع في قضايا التي مرت أمام العدارة قضية سيد حداد ممكن جدا نكون يناف يعني أعتقد ولكن أظن أنه قضية علي حداد لهذا يجب أن أكون دقيق حتى نضع يعني مستقبل أظن أنه ملف ملف طرود سيفتح من جديد يعني سنتراك أيضا سيفتح شكيب خليل يعني مازال في الصيف هذا كينج أسماء ثقيلة ستمر على أمام القضاء سواء القضاء يعني طبعا مازال في كل مرة ولا نمل من هذا يجب أن تحدث عن قارينة البراءة هؤلاء الذين أوديعوا مازالهم متهمين وليس مدنين يعني حتى نحترم 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 الناس ولكن قول الحقائق وبالتالي يعني المجهود الذي يدار الآن في مهاجهة الفساد يعني شيء جيد ومبشر لأنه قبل في براير ما كناش نتوقعوا أنه نرى كل هؤلاء وبهذا الشكل أمام العدالة رجب لأنه نتوقعوا لأنه متى نكنا نشوفه كما كان في المرات السابقة أن كل من كان يحاول أو يندد أو يشير إلى عملية الفساد لقد هو نفسه متهم وهو معاقب وبالتالي وهذا كانت يعني كان الحديد في الحقيقة يعني ما فيش على الأقل مجموعة من الإعلاميين ما كانش يعني دليل رغم ذلك كتبت يعني مقالات حتى نكون مثلا عادلين في هذا لكن نعم يعني كانت صحفة تكتب لكن لم تكن هناك أدن صغية ولم تكن هناك الأشياء تترجم الشارع الجزائري كان يتحدث على المظاهر الفساد كانت واضحة صارخة للعيان لكن كان فيه تحدي وفيه تنطع وفيه استكبار استكبار كان يقول يعني ما لا بديش بكم يعني هو الحقيقة كان هذا لأنها كما قلنا قبيلت كانت هناك الحماية السياسية لهؤلاء المتوردين في الفساد أنا أعتبر يعني قضية يعني هذا المحاربة الفساد يعني فتح الشهية وأرجع الشعب الجزائري لكي يعني بعد أن استقال من العملية السياسية كمشاهد كمشاهد الآن أظن أنه الشعب الآن سيشارك في العملية السياسية من خلال يعني إبداء رأيه من خلال ملاحظات نتعوه شكرا سعيد حميدة العيشية الوقت المخصص لهذا الجزء انتهى نروح فاصل بعد نرجع نواصل الحوار نتناول بعض الأمور السياسية وبعض ردود الأفعال ندود الحوار الوطني مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذا الحوار أهلا أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى نواصل في هذا الجزء من بوليتيك نقطتين يعني انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد استقالة معاد بوشارب وكذلك ردود الأفعال وبعض المواقف بعد ندوة الحوار الوطني سيد معاد بوشارب كما لاحظنا خرج كما دخل يعني تم انتخابه بطريقة فيها يعني شكوك مشروخة شرائيته مشروخة وخرج أيضا بطريقة مشابهة لطريقة التي دخل بها شفنا كيفاش خرج السيد بوحجة وهو مجاهد ورجل كبير في السن غلقوا له الأبواب بالكادنة وبسناسل إلى آخيره أسأولي الجميع ثم دارت الأيام وتم التعامل مع سيد بوشارب بنفس الطريقة وتم إخراجه أو استقال يعني ولم سيد بوحجة طول يعني قاوم ريزيستا ولكن سيد معاد بوشارب ما طولش بزيار استقال الآن يجري صراع هادئ إذا صحة تعبير منافسة في الضغوطات أو في الكواليس لانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني أغلب الظن أنه رح يكون أفلاني رئيس المجلس الشعبي الوطني الآن من يكون على رأس المجلس الشعبي الوطني حسب بعض المعلومات يعني تجري الآن اتصالات وانفوضات وضغوطات وإلى آخرية ولكن أنا سأقول رأيه في هذه القضية بعد سماع رأي سيد إرزي وحميد العيش أنا أظن أن المقولة تقول من صحة بدايته صحة نهايته ومن فسدت بدايته فسدت نهايته أظن أن المقولة تصدق على معاذ بوشارب لأنه البداية كانت خاطئة لأنه يعني كان خطأ فادح وإهانة للمجلس التشريعي في تاريخ الجزائر أنه يغلقوا باب بالكضنة بالسناسل ويعني يتعدوا على الشرعية لأنه سعيد إبو حجام منتخب وعتبر مجاهد يعني على الأقل مجاهد يعني يكون فيه نوع من احترام ما يخرجوش بهذه الطريقة أظن أنه التاريخ ما رحموش ما يرحموش بوشارب وخرج بطريقة يعني مهينة وين طلعوا عنده نواب في فطرة معينة حتى الحق وين الباب تعودر فيها باب بلندي تعالحديد يعني رغم أن ذلك ليمش فعله يعني أنه يدوروا عليه الأصدقاء انتاعوا زملاء في الحزب اللي يشافوا باللي تغطرس ويعني تجبر كرئيس من الشعبي الوطني وحتى رأينا شوفنا كل الشعب الجزاري يشاف في فعالية يعني شعائر العيد 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 الأضحى وين يعني كان يعني وهينا من طرف يعني المسؤولين الكبار بداية من رئيس الدولة رأينا شوفنا الفيديو لأنه يعني حوزوه بطريقة يعني غير مباشرة يعني هذه الإهانة كان من المفروض أنه يخرج يعني خرج بطريقة يعني مهينة وأظن أنه الآن حسب المعلومات التي استقيتها من الشعب الوطني يعني رأيهم حابين يديروا شخصية يعني تكون توفقية داخل الأفلان لأنه حتى الأفلان فيه قضية مثلا أنه رئيس من الشعب الوطني كان أطرحا أنه تقول مدام رئيس مرس الأمة من جهة الشرق يديروا واحد من جهة الغرب يعني توازنات توازنات جهوية يعني من جهة أخرى حبه ثاني يطلعوا واحد يكون يعني عنده مصداقية وعنده يعني لغة ممتزنة ومعتدل في الطرح انتاعه على الأقل يكملوا واش بقى لهم يعني في العهد هذه اللي بقاتل من الشعبي الوطني والله يا سعيد يعني كان يمكن تكلموا لهذا والجانب الإيجابي والجانب السلبي والصراعات في وضع طبيعي كان هذا يمكن أن يكون قبل قبل حراق 22 فبري لكن هو كما كنت تحكين تاني نقول ما بني على باطل فهو باطل هنا رأينا في مستويين من الباطل يعني أو الباطل لهذا المجلس الشعبي الوطني اللي كان في الحقيقة شاريك شاريك هذا القوى غير الدستورية يعني وكل الشئ اللي كان يدرها ناقص يعني حتى شرعيته يعني تقريبا ناقصة وهذا في الحقيقة هو منقوص الشرعية منقوص الشرعية أولا منقوص الشرعية في جهاز ناقص الشرعية أو شرعية المبطرعة هذه قلها بالعربية شرعية المبطرعة وهنا مشروخة مشروخة شرخ 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 إذن الآن في الحقيقة ده خطر الآن يعني وكأنه هو نقاش علينا لأن نتعاطى مع معطى ما هو للحديث لكن علشه نقوله الآن الناس خرجت خطرهم وكي قالوا ذهب مثلا البقات ومن بينهم ليس فقط في شخصه يعني في هذا وإنما في ما يمثله هو هذا وبالتالي الشعب الجزائري والحراك الشعبي من بين إذا بغينا نقض في أشياء الجادة أن هذا لا يصرح يعني البرلمان لأنه متورد في كل هذا النتائج اللي رناه فيها اليوم هذا الشيء الأول الشيء الثاني طبعاً يعني بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني يعني جاء كما قلت يعني بشكل يعني بشكل يعني ناقص للاحترام وخارج بهذه الصورة ولا ننسى أن الصوت اللي قالوا يوم بدل الحراك تكلم على يعني نعمدها يعني أنت أحلام سعيدة والغريب والغريب كل المتوردين في الفساد يستعملوا كيف أشي قولوا السجل يستعملوا الشرعية التورية ويستعملوا طورة نوفمبر ودم الشهداء كسجل تجاري متى ما كان نستعملها في خطابات حول دم الشهداء والعجيب أحمد العيش معظمهم هؤلاء رؤساء أو المسؤولين يعني أو رؤساء الأحزاب أو بعض الوزراء خاصة في الموالات يستعملوا حتى معد بشارب يعني نوع من الخطاب المستهتر لما يقولوا أحلام سعيدة يعني وكأنه يتشفى في هاد الناس وكأنه يستهزى بهم وشفنا واحد يقول العنب وليما يحبناش واحد يقول ما تكلوش دياورت ما تعرفوش تمشي يعني ليس فقط يدير واشرهم يديروا ويخرقوا القانون ولكن يزيدوا يستعملوا خطاب مهين يستفزوا الناس وكأنهم يعني هم أفضل من الناس هم أفضل يفهموا كثير في حين أنه رجل السياسة المفروض لا يستعمل هذا الكلام على الإطلاق لا يوجد رجل السياسة يتمسخر بالناس يعني نشفناها غير في الجزائر يعني وكأنه يقول الشاب يعني مسؤول يسمحولي يعني واحد جاب التصوير واحد بالهاتف واحد استقطاب واحد يعني شي غريب جدا من أن قاموس يعني سمعني ناشي يعني كل لمو يعني جي جمعيين والباحثين يلمو يعني الكلمات اللي قالت والعبارات اللي قالت يشكلوا قاموس اللغة السياسية أو اللغة الجديدة لتعبر عن رضاءه في فترة الرئيس تنسموها الغريب في علم الكلام عند المسؤولين الجزائرية لأنهم لا يوجد في بلدان أخرى يعني بكل صراحة واحد يقول يعني رئيس حزب يقولهم يلعن بولي ما يحبناش يعني ما رئيس حزب حزب عنده أنصار وعنده خصومه يعني تتسب في الناس خصومك يعني ما مكانش وهذه يعني شي نسموه شوف الغريب في زمن الحكم المعيب أمام جلالة الشعب العظيم المعيب 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 اللي كانت سكنة في هؤلاء الناس يعني هؤلاء الذين يعني سودوا العفل العشرين سنة هذي كانوا رايحين إلى العهدة الخامسة وكانوا يعني دارين في بلهم باللي هي المرحلة الضربة القاضية لكل المعارضين تاحهم وحتى ضربة قاضية للشعب يرقدوه ويجوزوا ويحبوا ما كانوا يتصوروا في يومين من الأيام أنهم يحصل لهم هذا الشيء الذي يروا يحصل الآن فيما يخص ب يعني أصبحهم متهامين وأصبحوا يعني يراهم في أروقة المحاكم إلى آخر أظن أن يعني الهيستيريا هذه ولا هذا يعني السحر عايشين بوحد السحر السحر هذا تعبو تفليقة والسحر النظام هذا المتصل على الشعب الذي يخلهم يتكبروا على الشعب ويقولوا كلمات ولد عباس ولد عباس يقول لك سنحكم إلى 2036 يعني هذه معادلة عددية رقمية حتى أنشتين يحير فيها يعني أحيانا تشك بأن أولاد بكل صراحة احترامي الأشخاص تحس بأن هم عندهم ما يفكروا بشكل غريب كأنه عندهم أمخاخ وحتى أخرى عقول أخرى غير التي عند الناس يعني أحد يقول لك يلا عنبولي ما حبناش وحد يقول لك يقول لك مثلا رئيس حزب تاجي يقول لك نرى مع ابو تفريقة حي أو ميد يعني يعني حتى لما الواحد يمدح أو يتزلف فليتزل في حدود يعني لو نقرأه بعض يعني مش عارف أبو طيب المتنبي أو لا أدري هؤلاء الشعراء الذين كانوا يمدحون الملوك لما قالوا مثل ما قال هؤلاء يعني تجاوزوا المدى يعني للأسف شديد وهذا يخلي الناس محبطة محبطة جدا جدا وكرهت العمل السياسي وكرهت الأحزاب وكرهت المعارضة على ذكرك شوف المتنبي شوف المتنبي خطر ماذا تخليها في الشعر السياسي لا 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 خطر مهمة يعني السياسي الحقيقة اللي يخدم الوطن ولي يخدم الشعب هو يكون سياسي حر لكن إذا كان عبد غريب خطر يدور لك وعلى هذا كذكرت المتنبي يقول لك لا تشتري العبد إلا والعصر معه إن العبيد لأنجاز المناكيد حميد العايش يعني في جبت في المجلس الشعبي الوطني يعني حسب بعض الأزداء هذه المعلومات يعني بدأت تتسرب يبدو أنه بعد ما تنازل سعيد بحجة على ترشيح نفسه هو قال أنه لن نترشح الآن بدأت الأمور تسير إلى الأمين العام لجبت تحرير الوطني وممكن إذا إذا تخبوه محمد الجمعي ممكن تثير جدل يعني من الشرق هو حسب بعض المطاية الآن داخل المجلس وحتى رؤساء الكتل في المجلس وحتى ممثلين تعالى الأفلان أو مسؤولين تعالى التاليجان إلى آخره الآن يميلوا نحو ترشيح جميعي لماذا أولا هو مثل ما قال ممكن يمثل المنطقة الشرقية ثانيا من أقدم النواب الآن من المناظلين أقدمهم عندهم أربع أهدات عندهم أربع أهدات وكان تسع مرات حسب المعلومات التي تخرج الآن حسب تسع مرات نائب للرئيس وكان رئيس الكتلة البرلمانية يعني في وقت عمار سعداني وكان كان التاريخ يعني للأمانة كان معروفة هذه المعلومة أنه سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس وشقيقه الرئيس السابق طلب من عمار سعداني أنه يزيح محمد أجميعي من الرئاسة الكتلة ولكن عمار سعداني رفض لأنه ربما كانت عنده علاقة قوية بسعداني بعض المعطيات تشير إلى ثالثا أو رابعا وهذا الأهم هو رئيس الحزب أو الأمين العام للحزب مثل يعني كما كان ويحيا كما كان أخرين يعني الآن أعتقد أنه الاتجاه يميل إلى تعيين حد الآن يعني إلا إذا ظهرت في اللحظة الأخيرة بعض الأمور يقول أن بالنسبة لجميعي هناك يعني من فرنسا راه يلعب أيضا في دور اللوبيينغ وهو سعداني راه يلعب في دور اللوبيينغ حتى يكون لأنه مقارنة لصالح محمد جميعي طبعا هما عندهم علاقة أظن شخصية قوية يعني لا أدري هل هناك يدير اللوبيين من فرنسا أم لا ولكن لا أظن أنه فرنسا ترهن لم يشبه هو يعني انتلاقا من فرنسا داخل حزب ممكن جدا لأنه سعداني أيضا عنده مازال عنده نفوذ داخل الحزب ومروره على الحزب كان قوي كان أفضل من مرور والدعباس بقى فقط يعني نشوفه دور بعض لا أدري يعني هل يلعبون هذا الدور أم لا ناس شخصيات يعني معارضة داخل أفلان كما بالعياط مثل سعافيف عتى سعافيف عنده طموح بشيكون في الرئاسة المجلس ولكن أعتقد أنه حضوره قليلة هناك أيضا عبدالعزيز بالخادم لواحد من رموز القوية والكبيرة في الأفلان يمكن أن يؤثر هو أيضا داخل ولا أدري ربما أظن أنه علاقة بالخادم جيدة مع محمد جميعي ممكن تتوقع أنه سعافيف يقدر يكون مرشح قوي في المجلس الشعبي الوطني أنا لا أتصور سعافيف يكون مرشح قوي أول نظر لميزان القوى الآن داخل جبهة التحرير الوطني وفي الإطار العام لتوجهات السياسية أنا نظن الريح الآن بالنسبة للسعافيف أنه عارف هو حتى اللعبة يعني حتى اللعبة أنه ليست لحظة لحظته حتى يدخل كمونة مترشح قوي بش يكون على رأس المجلس الشعبي الوطني أنا أظن أنه خلال انتخابات التي ترشح فيها جميعي وكذلك بن حمودة على شكونة ترأس يعني الأمن العام الأفلان يعني وقعت مناوشات والمناظرين أعضاء اللجنة المركزية أصبوا جم غضابهم على السعافيف يعني السعافيف أنا نقدر نسميه في المعادلة هذه هو التوبان الخاسر يعني 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 الحلقة الضعيفة السعيد ترشب هذه غريبة قال الحلقة الأضعف في أنت تعرف أنه بالأفلان يعني شكون الذي يقدر يكون منافس يعني منافس لا لحد الآن هو ممكن يتكلم على النائب تاع الولاية النعامة سعاده يتكلم ولكن السعافي فره يعني يحتشد يعني الأعضاء من مش شعبي الوطني من زملاء خاصة من الجهة الغربية يعني راح يعني ماشي جهوية سعاد نائب ممثل النعامة في المجلل الشعبي وهو متكلم بارع وقوية عنده شعبية كبيرة ولكن داخل المجلس أظن أنه ما عنده موش قوي يسح الآن إلى توظيف لحد ما يعني ورقة إذا تكلمت على الخريطة المناطقية هو يحاول الآن أن يتكون متحدث باسم الجنوب أو الجنوب الغربي على أساسهم لتوظيفها في خطابه السياسي حتى بعض دائمين لمحمد جميعي يعني من جموعته لأنه الآن بدت الأمر تعمل يعني يقوله أنه متكون ويقوله وأنه يتحدث عنده خصومه لتهمه بأنه راجل عمال وعنده شبهة الفساد ولكن اللي دعموه يقوله بأنه متمكن يحسن ثلاث لغات أنه أقدم واحد في المجلس وهمشي أنه الأمير العام للحزب ومن المنطقة الشرقية وعنده علاقات مع بعض قادة الأفلان وبعض رموزها مثل ظن مثل عبدالعزيز بالخادم ومن المؤكد أنه علاقته جيدة بسعداني وعنده مؤيدين من كتلة الأراندي كذلك نعم الحسب لأنه الصراع الآن ليس في البرامان في المجلس ولكن من يرشحون من الأفلان لرئاسة المجلس إذا أي مرشح رح يترشح رحين يمشوا مع الأحزاب أغلب الأحزاب ولكن حضوضه هو الآن قوية على الأقل أحزاب الأربع مع الأمبيا ومع تيرج ومع الأراندي والأفلان وإذا كان هو ترشح فرح يمر بدون مشكلة وتاني أيضا إذا رجعنا وهذه المشكلة في الأحزاب السياسية مثل الأفلان أو الأراندي أو ما تسمى بأحزاب الموالات أنها ما زال ما تخلصتش يعني من الثقافة القديمة الثقافة القديمة لفي لحظات معينة تلعب الورقان تقع المنطقة الآن يعني إذا رمزينا وشكلين الآن لأن سقوط الدائرة أو النواة رئاسها ومحيطها كان أساسا من الغرب أو جزء من الغرب الجزائري لكي اسمع وهي في الحقيقة في السياسة هذا لا علاقة له بالمناطق الحقيقية وبالجغرافية نحكي على هؤلاء الذين يستعملون يعني الولاءات انطلاقا الولاء داخل النظام انطلاقا من الجهة والعلاقة بالجهة الحقيقية الجغرافية فهؤلاء الآن فيه سقوط قلعة البودفريقة ومجورها فالآن تصعد قلعة أخرى داخل نظام جبهة التحليل الوطني لأنها دائما لعبت على هذه الورقات داخل لكن يجب الإشارة إلى أنه طول الوقت في الجزائر كان هناك دائما توازن في هذين المؤسستين يعني من المجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ولكن يبدو أنه حتى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني يعني ما يبقى له وقت لأنه رئيس المنتخب سيظن أنه سيقوم بحل المؤسستين وإجراء انتخابات برلمانية مسؤولة هو هذا ممكن يعني إذا روحنا في نوع من التنبؤات يعني هو ربما هذا الانتقال يمكن أن يلعب دور على مستوى على مستويين سواء المستوى مستقبل جبهة التحليل الوطني ومن سيكون على رأسها أو من سيرشح باسم جبهة التحليل الوطني في المستقبل القريب هما اعتمدوا عدديا لأنه عدد المقاعد في المتين ميتين مقاعد للأفلان يعني حوالي 45% موجودة في الغرب 45% من مقاعد بحكم أنه كل مقاعد ولاية مستغانم وأغلب مقاعد وهرن يعني كلها من جبهة التحليل الوطني يعني هاو كيف يلعب سيعافيف على وطر الولايات نشوف احنا نتكلم على تقنيات داخل البرلمان نتكلم على الأبعاد السياسية من خلال هذه اللعبة وكيف يمكن أن ترسكل أو توظف الورقة ورقة جبهة التحليل الوطني خاصة في الأوراق الخافية المشح يمكن أن يكون لجبهة التحليل الوطني والمقربين من جبهة التحليل أنه جميعي صرح عدة مرات تقال لك سيكون لنا مرشح نوفمبري يعني يعني كلها نوفمبريين الخط الوطني معروف لا هو كيقول نوفمبري يعني يعني كيقول نوفمبري يعني كيف إذا تفي أو نوفمبر ولا يعني 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 لا كيقول الآن لا يمكن أن نقول غدوة دروكا أنت دروكا قال نحن مستقلين في هذا مستقلين حزبيا نحن مستقلين حزبيا دروكا نجي مع وقت آخر دروكا مرمش قاعد نشاركوش في وقت الطورة أبر ودعب بس يعني يعني الآن نوفمبري لأن يكون في لفالان في حزب لفالان في حزب جبالتح الوطني وانت ما تكون في حزب جبالتح الوطني هو نوفمبري وانت غير نوفمبري هي اللي لابوا على وطر الشرعية الثورية إما ابن مجاهد وإما ابن شهيد مزلهم في العقلية نحن كإعلاميين هذه المصطلحات لوطفوها ومروها هذه لقن وقفوها يعني هذا الاستعمال خطر هذه تعرموز ويحتكرها حزب وغير ذلك وإنما هي انتعى كل الجزائرين هو حزب ده اسم جبالتح الوطني وليسه هو جبالتح الوطني إذن حتى نوفمبري ما انتحوش فيها لكن واضح أنه نوفمبري يعني مبادئ اللي تقوم عليها الدولة هي العربية والأمزغية والإسلام يعني معروفة الشعب الوطني خطر الديمقراطية هي ضد الاحتكار يعني هذه أحد رموز نوفمبر هو التأكل زيزائرين من تكرس وحتى عدل الاجتماعية البيان أو النوفمبر واضح يعني في سياسة والاجتماعية خطر غدوة يقولك سمع أنا نوفمبري ونتمشي نوفمبري نحن كإعلاميين ما ننتحش في هذا الفخ ننتح تعميم تكلمت على نوفمبري تكلمتنا في إطار الكلام تعهم تهكمي قلت نوفمبري بدون تعليق خطابهم لأنه يجب نقطة أخرى مهمة جدا من وجهة نظر أنه انتخاب رئيس البرلمان سيكون عنده علاقة أيضا بنوعا ما أو بطريقة ما مع الانتخابات الرئاسية المقبلة يعني هذه يجب أن ننتبه إليها سيكون هناك دور معين للتحذير للانتخابات الرئاسية ستكون ساخنة ومهمة جدا جدا بدون أي شك لأنه الأفلان وبصراحة يعني إذا استثنينا مثلا واحد كما عمار سعداني أو واحد كما مثلا عبدالعزيز بالخادم جميعي يعني جميعي اللي يعرفوه في الأفلان يقول لك مثل القط يعني مثل القط يعني يدير السياسة ويعرف يلعب بصراحة استدراء دورش يقوله عليه يعني يقدر يتحته على رجليه والظروف القادمة رح تكون مهمة جدا لأنه هناك تأثيرها كبيرة رح يكون خاصة إذا درنا هيئة مستقلة للانتخابات في تمرير المرشح للانتخابات الرئاسية لا ندري الأرندي كيفش رح يشكوني يكون على رأسه لا ندري حمس لا ندري الأحزاب القوية ممكن الأففاس ممكن الأفلان يعني ممكن السراء رح يكون قوي جدا تحالفات كبيرة رح تنداب ولازم بدولي أنه السلطة والعقل أحزاب اللي عندها علاقة بالسلطة اللي يسموها المولات رحات أيضا تتحالف وواضح الآن لأنهم مقصيين من حوارهم خارجين رح يتحالفوا لمواجهة المرحلة القادمة على ذكرك القط كان يقوله أيضا على أبو التفرق القط ويقولك القط يعلم ولدها النط النط الآن حميدة العيش هذا وجد نطر حميدة العيش نروح الآن أنا ماذا بيأت تعطيني رأيك في تقييمك لردود الأفعال على ندوة الحوار الوطني كنا نتناقشنها بنوع من من التفصيل أمس ولكن دينا نشوفوا حتى تصريحات أنت سيد رحابي تصريحات بعض رأس الحزاب يعني ما أعطوناش شي جديد ولكن ما زالهم يتحطوا للحوار ما زالهم يتحطوا ربما زادوا بعض النقاط يعني لكنا هدرناها ضمنيا رحيل الحكومة يعني ما فيش جديد ممكن زادوا نقطة إطلاق صراح السجناء ما يسمى محتقلية الرأي أو الموقفين بسبب المضاعرات أظن أنه ممكن جدا يتمحل حالة هذا الأمر رحابي يقول للقناة الثالثة أنه الاتفاق السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة وهذا فيه شبه إجمالي يعني بسيطناق بعض الذين قرروا سلوك طريق آخر يعني في المحصلة بعد ردود الأفعال كيف ترى أن تحمد لأي شيء الاتجاه يعني ماشي نحو نحو إجاد هل ممكن يكون هناك مشاكل أم كيف هو الحقيقة كما تكرنا البارح يعني هي الانتراق منتع الحوار لم تكن قوية ولم تكن موفقة من حيث أولا الشكل الدليل على ذلك الآن فيه الكثير خاصة في ممثل المجتمع المدني لما كانت عندهم يعني بالأسف يعني لا وزن ولا مزدقية وابقى تركيز حتى إذا شتنا في بعض الأفعال في وسائل الاتصال الاجتماعي إلى خلال بدون ما نوضف اسموات اللي شاركوا لكن معناها كانت تخصوا الجدية يعني في هدد الحاجة الأولى الحاجة الثانية أيضا الخطأ المجموعة اللي بقى تحضر الحوار أو ناتقين باسم المجموعة اللي تعقوا التغيير اللي كانت تلك فترة تتكلم على يعني كما يقول سعيد بشرت بشرت الناس الرموز الكبيرة يعني سياسيين ما حيث الرموز كرمزيات مثل حمروش أو مثل طالب أو رئيس الأسباق وكذا ومجاوش هذه كانت ضربة كان هو من الأفضل اللي تتحدثوا عنها يعني كان يلق شوية من التواضع في الحديث وأنه قدوا خطوة خطوة كان يروحوا خطوة خطوة هذه نحكي كملاحظات الملاحظة الثالثة يعني لم تحدث لبوم يعني عند الناس هكذاك يعني الانطلاق هذه لمحتها وهنا لاحظنا التدخل رحابي يعني تقريبا هو حاول أن يعمل على الهدوء وعلى الصبر وعلى طول النفس في الحقيقة ويقول أنه ما زالت هناك جهود حتى يوصلوا إلى إقناع يعني إقناع يقول فقط قال أنا الشيء بهذا بعث برسالة قوية للسلطة لترتبط بإطلاق كما ذكرت هابت حناشي أسرار الرأي أو معتقلي الرأي أسرار معتقلي الرأي والله معلمة لأسير أسير يعني موقوف حرب يعني في لغويا والله معلمة لا رأي شخصي لا 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 غير دقيق غير دقيق غير دقيق الوثائق لكن دقيق يعني أسير لا يوجد إلا أسير حرب ما كانش الحس معرفتي الحس معرفتي يعني إذا وصلنا يعني مصعد وما شنقوله الموقوفين في المظاهرة أسرى يعني شيء خاطير بكل صراح أنا أنا أستغرب منك هذا الإسر لا لا أنا أستغرب دقيق لا يعني موقوفين ما زال ما شارعوا الهمش إذا نقوله مسجونين يعني شارعوا الشيء خاطر أشوف الإسر هو السجن الإسر هو السجن يعني اللغوية تسمع لأنك المتوقع معها خاطر هذين قد نترهنوا عليها أنا أعرف الإسر يعني الإسر أو المحتقلي الرأي المعتقل يعني معتقلي الرأي ونعود نعود نقدر نراجع ونشوف إذا كانت نتقل يوم واحد تبان واحد أسري لا لا هذا المزال ما قلنا حتيش المزال ما قلنا حتيش أنت روحت آليا ما قلنا أكثر ممكن الأسر هو ممكن يعني تعرف العربية خطات فتفاضة في الكلمات لكن الأسر فاصيح سهو موجود في الأسر يعني أسرة تم توقفه خلال الحرب هذا هذا اللي نعرفه أنا ممكن أن يغالط ممكن أن يغالط أنا 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 تاني أنا تاني ما نشفقي في اللغة لكن معلش ولكن لماذا نستعمل مصطلح مثل هذا ونحن لسنا متأكدين لماذا أنا عندي سجيل أنت عندك فهم آخر لي أنا أظن أنا أظن باش ندير التوافق هنا لا لكن فيها التوافق لا 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 يمكن أن أسمي أنه رحابي الآن هو آسير الجوالات المكوكية بدأ جوالاته اليوم يعني مع الفعاليات السياسية يعني يعني يريد إقناع تيار الديمقراطي بالدخول بالالتحاق بالمبادرة للحوار الوطني هذه من جهة من جهة أخرى كانت تداعيات الباريحة من بين تداعيات أنه قلنا أنه شريحة من شريح المجتمع الشباب وكذلك فعاليات المجتمع المدني اللي حضروا الباريحة كانوا يتأسفوا أنه لم تعطى لهم الكلمة لم تعطى لهم بشيء يقرأوا المقفة هناك في تقرير تأسفه لما تأسفه أنا نقول شكرا كما تكون على البارح هم تأسفوا لا 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 تفسير تقرير حتى تأسف لا لن أقول أنه يفقد في هذا يعني إلى حد الآن إلى حد الآن ندوة الحوار يعني تعاني من الكثير من الهجاجة وليحد الآن لست نقطة قوة الانتراك أنا أقول لك فقط على كلمة أسير أنا لست متوقع لكن أظن أنه أسير هو الذي يتم توقيفه من طرف العدو أو يتم توقيفه من طرف أو في الحرب يعني وبالتالي لا يمكن في نجة نظري وصف هؤلاء الذين تم توقيفهم في المظاهرات بأنهم أسرى يعني كلمة كبيرة كبيرة جدا ولا تسقط لأننا لسنا في حرب أولا ولست هناك مشكلة بين أعداء نحن جزائيون لا 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 فقط حرب أولي لا 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 يعني لا يعني لا يعني مبالغة في لا لا أنا نحتانى ما رأيك ولكن مبالغة في وصف حرب مع الأعداء شي ضخم هذا شي غير لا 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 تقولي لا 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 حبس 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 لا 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 ما تقولي خطر أن أنت قلتك آليا آليا روات أسير حميدا لإطلاق صراح هؤلاء المعتقالين بسبب مواقفهم لأنها طابع سياسي ومشي طابع آخر شكرا حميدة العيشة لأنه بقت وقت قصير ربدا على سعيد إيرزي اللي قال أنه رحابي بدل أن جولة مكوكية يعني مبدأش جولة مكوكية يعني ممكن تصل ببعض الأحزاب ولكن شفنا اليوم تصريحات أحزاب البديل الديمقراطي تقريبا ترفض يعني شفنا الـ RCD تحدث على من البداية رافض شفنا أيضا حتى حزب العمال رافض من البداية وطلب اليوم حزب العمال طالب إطلاق صراح سيدة لويزة حنون ولكن موقفهم كريم طابع رافض يعني الأحزاب البديل الديمقراطي ممكن ما يمشوش في هذا المسار لأسباب واضحة هناك خلافات بين المجموعتين في الطرح السياسي وغير الطرح السياسي بالنسبة لي أنت تتحدث عن شباب تأسفوا يعني ما احترامي للذين شاركوا في ندوة الحوار هناك أشخاص وأمس قلت ما هم شخصية أنا رأيي أشخاص شاركوا للأسف ونقول لك يعني ربما نتفاجئوا بعض الأسماء بعض الأسماء الذين شاركوا في الحوار شاركوا في القاعة البيضاوية لما تم الإعلان عن ترشيح الرئيس بوتفلقة لأهدى خامسة وصفقوا وكانوا هناك ضيوف أو لا أدري ولكن كانوا هناك وبعضهم شارك في الأوراسي مع السيد الأخضر الإبراهيمي لما كان يمثل السلطة وحاول التقي بما يسمى بالمجتمع المدني ثم جاءوا لندوة الحوار ويشاركون الآن باسم ندوة الحوار وأنا أرى أن هنا خطأ كبير لأنه ستعوم هذه الندوة ستم تعويمها أو تدفيها أو تبسيطها لأنه الأزمة كبيرة سياسية ليس خطيرة ولكن مهمة جدا جدا عندها نعكاسات سياسية واقتصادية وممكن أمنية واجتماعية إلى خيره يجب أن نرفعه من مستوى الأداء أنت على طبقة سياسية كما قلت أنا رأيي الشخصي أمس يجب دعوة 20 أو 30 عندهم وزن عندهم أفكار عندهم قوة تمثيل في المجتمع عندهم وشي قدموه أما نجيب من هبى ودبى باش نجتمع 700 أو 800 شخص أو 650 هذا غير ممكن نحن لا نناقش الميثاق الوطني ولا نناقش تعديل تميئة القضية وما كناش بما احترامنا الرحابي اللي هو رجل يعني فاضل وهادع ولكن طريقة الأداء طريقة التنظيم طريقة الاقتراح ما كانش في مستوى الأزمة كانت أقل بكثير بكثير من الأزمة مش فناش مش فناش طرح البيان كان قوي البيان كان يعبر على ممكن على مخارج للأزمة ولكن الذين شاركوا فيه يعني هبطوا من هذا المستوى هو فقط ملاحظة صغيرة مدام كنا تكلموا على البرلمان وقبيلات هؤلاء اللي جوا في ندوة الحوار وكانوا شاركوا في لقاء التجمع نتعى القاعة البيضوية أيضا المرشح إلى الانتخابات مرشح بش يكون على الأزمة البرلمان أيضا كان فيه أحد الرموز الكبيرة في القاعة البيضوية شكرا انتهى الوقت هناك خبرين يعني الخبر الأول هو فوز الفريق الجزائري بثلاثة مقابل صفر مبرك عليهم فريق قوي الآن بدأت حضوظنا تكبرت من أنه البرع الأمس بالفوز الخبر الثاني هو إداء جمالاء يقولون إداء حسن حمار رئيس وفاق سطيف الحبس المؤقت رسميا بمتابعة في قضية فساد تتعلق قضية فساد تتعلق بتزوير محريرات إدارية وتلاعب أموال أو تذاكر دخول الملعب حمار متابع بتهم أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال في قضية تعاونية عقرية واصدر عليه حكم بخمس سنوات سجن غيابيا يعني شفنا كنا نتحدثنا عليه في هذه الأيام الآن تم توقفه وموجود حاليا رهن الحبس المؤقت ويكون انتسار الفريق الوطني بركة من بركات الحراك الشعبي تعرف البعض وشي يقوله في المواقع التواصل الاجتماعي حميدان يقول لك هناك ثلاث بقات عوضت البقات الثلاث يعني أنست الحراك في البقات الثلاث وهم بليلي وبالماضي وبنجح بنجح يوافق أنت هذا الطرح بقات الثلاث الإيجابية في الآن في الجزائر لا شوف يعني كين طبعا كنت تكلموا البقات والأقرها قداك هذا كانت محددة في الزمان والمكان ولا يمكن أن نصحب كل عالم من يسمى بق خطر كين بقات خارج هذا البق يعني كبارك حميدان عايشي كانت سبع رؤساء الجزائر يبدأوا اسمهم بالبق وبدأنا نحكيوا عن البقات يعني حتى في الرياضة الآن بالماضي وبنجاح وبليلي إلى خيره لرميز صنعه في الفرحة شعب الجزائرين نتمنى الفوز للجزائر في كل المباراة القادمة وأن نتوج بالكأس إن شاء الله أنا أظن أن الحراك هو حافظ المنتخب الوطني وفوز المنتخب الوطني بالكأس إن شاء الله سيكون حافظ للحراك شكرا سعيد إرزي شكرا أحميد العايشي متفقينها للأسرى والموقفين والمهتقلين شوف القتل نعم أسرى حرب لن تجد إلا أسرى الحرب يعني نحن لسنا في حرب نحن إخوة في بلد نقتلف سياسيين نرحب ببعضنا بعض نتحمل بعضنا بعض ولن نكون أبدا في حرب ولن نكون بيننا أسرى شكرا لكم مشاهداء الكرام ننتقي غدا بإذن الله في عدد جديد من البوليتيك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة